بسم الله الرحمن الرحيم شهد العالم على طول التاريخ الإنساني حضارات شتى وثقافات متعددة فلم يرى صفحات أبيض من الصفحات التي سطرها المسلمون في علاقتهم بغيرهم فالغريق مثلا لم يعرفوا أي حقوق لغير الرعاية اليونان الذين يشاركونهم في الدين وفي اللغة وفي العادات بل كانوا يعتبرون كل من عداهم برابرة لا تطبق عليهم أي قواعد قانونية من تلك التي تطبق على اليونان وكان الفكر السائد أنذاك أن الحرب هي الحالة الطبيعية في العلاقة بين المجموعات السياسية المختلفة وعلى هذا وجدنا القادة اليونانيين يتصرهون في البرابرة بما يشعون دون أي قواعد أو أي قوانين أما الرومان فقد قسموا الناس إلى أصناف ثلاثة الرومان والمعاهدون وسائر العالمين وكانوا يطلقون على الأجنبي العدو المبين أما الهنود فقد قسموا الناس إلى طبقات أربعة البراهيمة وهم أهل الدين والتشترية وهم أهل السيف والديشة وهم أهل الحرف والتجار والشودرة وهم الخدم وعلى هذا يصبح الشودرة هم طبقة الأنجاس الذين لا تحميهم أي قوانين وليست لهم أي حقوق لا في السلم ولا في الحرب أما اليهود فإنهم لا يتقيدون بأي قيود قانونية أو أخلاقية تجاه كل من عداهم والذين أسموهم بالأميين حيث تتغلب الاستباحة ويتم إهدار الحقوق فضلا عن إعمال قاعدة أنهم شعب الله المختار وأن الجميع خدم لهم وبرغم أن التوراقة حرمت الربع عليهم إلا أنهم حرفوا أحكامها بما يجعل التحريب متعلقا فقط بالتعامل مع الإسرائيلي أما من عليهم فلا حرمة لأموالهم ولا عصمة وعلى هذا نجد في التلمود أقتل الصالح من غير الإسرائيليين وفي ضوء ذلك نجد أحد حكمائهم المعاصرين يقول إن الحرب ضرورة حيوية وما يجب علينا فقط هو التفكير في كيفية القيام به ولذلك أقول أفضل غير اليهودي أقتلوه هكذا يقول كما يعتقد اليهود أنهم وحدهم خلقوا من نطفة مقدسة خلافا لنطفة الحيوان التي خلقت منها بقية البشرية أما الصليبيون فقد رأوا كل الآخرين برابرة لا يخضعون أو لا تخضع معاملتهم لأي قاعد قانونية أو أخلاقية بل كان رجال الدين يحرضون على تفعيل هذا التصور المزري فقال البابا طول الرابع مثلا إن الغاد رئيث ولكن الوفاء مع المسلمين أكبر إثما بلما ظهر المذهب البرتستاني في أوروبا في القرن السادس عشر قاومته الكنيسة الكاثوليكية وشهدت أوروبا مذابح مروعة على إسر ذلك ولعل أهمها مسبحة باريس عام 1572 ميلادية والتي قام فيها الكاثوليك باستضافة للبرتستانت للتقريب بين وجهات النظر فلما ناموا ليلا قتلوهم جميعا وجرت دماؤهم بشوارع باريس وقام البابا شارل التاسع يومها بتهنئة ملك فرنسا على هذه المسبحة فإذا انتقلنا من هذه الصور البشعة والمشاهد المقززة لنلقي نظرة ولو خاطفة على تعامل المسلمين مع غيرهم لرأينا الفرق الشاسع والمسافات البعيدة بين ثقافتنا وثقافتهم بين فقهنا وفقههم فهذا نبي الله الأكرم صلى الله عليه وسلم يفي بعهده مع المشركين الذين آذوه وحاربوه وأخرجوه من داره ومن وطنه ورغم أن بعضهم قد غضر بالعهد وبرغم حاجته الماسة للعدد في هذا الوقت في أول الدعوة يقول أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته واقع في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم يعني يريد أن يلحق بالمسلمين ويدخل في الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيسه بالعهد أي لا أنقضه أو أخونه ولا أحبس البرد أي الرسل تجاي رسول أبقيك عندي حتى لو أسلمت ولكن أرجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع يعني أرجع إليهم الآن وحين لا تكون رسولا فأتي إلينا في هذه الحالة فلا ينبغي أن يغيب عن زاوية بصائر أن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام هذا الموقف السياسي الكبير في إضعاف موقف المشركين ولو معنويا هو الوفاء بالوعد والتزام بالعهد ولو مع خصوم العقيدة وأهل الحرب في ذلك الوقت ولما كان سهيل بن عمر يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ولم يكن قد وقع الاتفاق بعد جاء أبو جندل وقد فر من القريش فلما رأاه سهيل قام وأخذ بتلابيبه وقال يا محمد قلت لجت الحجة بيني وبينك يعني وضحت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت فقال أبو جندل يا معشى المسلمين أردوا إلى المشركين يفتنوني في ديني فلم يغني عنه ذلك شيئا ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا للشروط التي اتفق عليه وإن لم يكن قد وقع عليها في الاتفاق بعد فبرغم أن موقف أبو جندل ووقوف هذا الموقف وقولته مما يهز المشاعر ويحرد الشباب إلا أنه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على التزامهم بكلمتهم مع عدوهم فقامت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته على ضبط المشاعر والعواطف حتى لا تخل بالتزام المسلمين مع أشد أعدائهم وألد خصومهم أنا زاك وهذا حزيف بن يمان يقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خارجت وأبي الحسين يعني في الهجرة إلى المدينة فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله ومثاقه لننطلق إلى المدينة لا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال صاري فنفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم فبرغم أنهما قد أعطي العهد لينجي بنفسيهما من القتل أو من الكفر إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عده عهدا صحيحا يوجب التزاما ماضيا وهو في أشد الحاجة في بدر للعدد والعدد إنها تقوى الله التي ملأت القلوب والأمانة في التزام والعهد حتى لو كان ذلك مع أعداء لا زال يحاربون الله ورسوله والمؤمنين بل ويمنع هذين الصحابيين من الخروج للقتال يوم بدر هذا هو المنهج الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلم يكن أحد من المسلمين المستضعفين والمحاربين في عقيدتهم يستسيغوا أن يقيد نفسه ويلزمها لصالح المشركين المناقضين لكل قاعد الدين وأسسيات العقيدة فضلا عن سعيهم الدؤوب لإسقاط دولة المسلمين الوليدة بالمدينة كما يصدون الناس عن الدخول في هذا الدين الجديد بل ويفتنون من وقع من المسلمين تحت أيديهم عن دينه ولم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا تشريعا لازما للأمة من بعده فلم تكن تتحرك خلجات نفسه صلى الله عليه وسلم إلا لله ولم يكن يصدر قرارا إلا بأمر الله إنه إلا وحي يوحى لهذا ظل الإسلام وسيظل أكرم وأشرف دين علم أتباعه كيف يتعاملون مع غيرهم من خلال أعظم قوانين وقواعد عرفتها البشرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة